ايه اليوم الحلو ده و ايه الناس الحلوة دي و فيه احلى من الايام اللي الاهلي بانتصر فيها الف مبروك يا احمد و كل مشاهدي الاهلي خط احمر اكيد حاسين معنا بالفرح اهلا بك يا فارس و الف مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي و مفيش يوم احلى من ايام انتصارات النادي الاهلي الانتصار اللي يا فارس كلنا كنا منتظرينه بشكل كبير جدا و انتظار كان في غاية الاهمية وعشان كده الحلقة دي حلقة احتفالية 100 أسبوع على القضية وفي يوم الجمعة في الزكرة المية أو الأسبوع المية النادي الأهلي بيحق بطولة السوبر عن جدارة واستحقاق عشان كده جماهيري النادي الأهلي اللي هي دايما رقم واحد هي اللي بيكون لها دايما معنا المشاركة في البرنامج ده وعشان كده شاركنا على هاشتاج سوبر خط أحمر هنعرض احتفالاتكم ورسائلكم للعيبة والجهاز الفني وأي حاجة تنشروها احنا معاكم هنا على مدار ساعتين يا فارس بالتأكيد جماهيري النادي الأهلي دايما وأبدا رقم واحد وصانع الحدث دايما جمهور النادي الأهلي صانع الحدث وأكبر متفاعل مع كل حدث وأي حدث بنشوف ده بعنا في حضور جمهور وبنشوف ده في عيون الناس سدوني في أسباب كتيرة للفرحة بس فرحة الأهلي غير الفرحة والسعادة اللي الواحد بيشوفها على وشوش الناس من مبارح حالة السعادة كلامهم عن المطش فرحتهم بالنادي الأهلي فرحة النادي الأهلي استثنائية النادي الأهلي جزء متأصل في مشاعر ووجدان جمهوره اللي هو القطاع الأغلب والكاسح من المصريين شفنا ده في تفاعلهم في كلامهم في وشوشهم النهاردة شفنا ده حتى في حالة الراحة النفسية اللي هم عليها البعض حيجي يقول كل الفرحة دي وحجم الفرحة دي عشان بطولة السوبر وكأن كتب للبعض أنه لما يحقق بطولة حتى لو وديها ويسميها بطولة ويراهن عليها تبقى بالنسبال وهي أم البطولات وأجمل البطولات والنادي الأهلي لما يحقق بطولة يحاول البعض يقلل منها بس أنا عايز أقول لكم ليه إحنا فرحانين؟ على السوبر؟ لا عندنا من السوبر كتير جدا على البطولات؟ ما فيش حد عنده بطولات أكتر من النادي الأهلي ولكن القصة رمزية البطولة في الوقت ده أيوة رمزية البطولة البطولة بتمثل إيه؟ جاية في وقت صعب البعض لأن الاستثناء اتحقق وهو تحقيقه لبطولتين دوري اعتقد أن الاستثناء ده ممكن يحق ليه أنه يتحدث عنه وكأنه قاعدة وعمر الاستثناء ما يبقى قاعدة النهاردة بنفكر الناس بالقاعدة القاعدة اللي فيها النادي الأهلي هو رقم واحد القاعدة اللي فيها النادي الأهلي هو البطل التاريخي هي دي القاعدة هي دي القاعدة اللي ترجمت رعاية وشعبية وعملت حاجات كتيرة جدا وخلته النادي الأهلي هو وجدان الأغلبية العظمى من المصريين هي دي القاعدة اللي بنفكر الناس بيها بطولة السوبر اللي 12 هي مش في حد ذاتها هي البطل ولكن رمزيتها هي البطل ايه هي رمزيتها؟ رمزيتها 12 بطولة سوبر مقابل 4 بطولات سوبر ده النادي الأهلي 12 بطولة سوبر مقابل 4 بطولات سوبر نسبة المنافس هي التلت نفس النسبة 14 بطولة دوري ل42 بطولة دوري إيس على كده في حاجات مختلفة في أفريقيا قضاء 10 بطولات للنادي الأهلي مقابل 5 بطولات لأقرب المنافسين 7 مشاركات كاس عالم للأندية مقابل 0 للمنافسين البعض بيحتفل انه من 20 سنة اسمه تحط في بطولة كاس عام للأندية ما تلعبتش هي دي الرمزية لا محتاجين نفكر الناس لا محتاجين نقول للناس هو ده النادي الأهلي وتاريخه هو ده تاريخ البطل 53 مواجهة من 2005 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك 6 انتصارات فقط لنادي الزمالك 17 تعادل 30 فوز للنادي الأهلي كلمني عن الشعبية كلمني عن الأرقام كلمني عن التاريخ هو عتيجي تقول للنادي الأهلي أو مشجع للنادي الأهلي لما يقول حاجة تقوله هي دي بطولتك السنة دي لا مش النادي الأهلي اللي تقاله كده النادي الأهلي هو البطل التاريخي في مصر وفي إفريقيا ونادي الزمالك نادي منافس ولكن هو الوصيف التاريخي والنادي الأهلي امبارح زود الفكرة دي ورسخ الفكرة دي بطولة كل الشكر لكل اللاعبين والجهاز الفني وقبلهم جمهورنا في الإمارات اللي قدم لوحة فنية عظيمة كالليل أغلبية فيها كالعادة كل الشكر لكل ما انتواجد من مجلس إدارة النادي الأهلي منعت كابتن محمود الخطيب ظروفه الصحية ولكن صورة عظيمة لمجلس إدارة النادي الأهلي وتواجده تقريبا بكامل هيئته وتشوف رقي النادي الأهلي ودكتور محمد شوقي هو اللي بيروح يكون موجود في المراسم لأنه رئيس البئسة محدش حاول ياخد المشهد محدش حاول ياخد اللقطة كل مجلس الإدارة موجود معاه شكل راقي شكل النادي الأهلي وكمان الانتصار بيجي بالتزامن مع فرحة كان محتاجها كابتن محمود الخطيب اللي عيد ميلاده ان شاء الله بكرة كل سنة وانت طيب يا رمز ويا أسطورة واللي هتفضل في عيون كل أهلاوي كبير وكبير قوي كبير وكبير قوي كل سنة وانت طيب يا كابتن ودايما بتيجي بعد المحنة منحة من ربنا شفناها في 27 نوفمبر وشفناها المرة دي دايما كل ما بتدي بيكون الفرج من ربنا وبيكون لحظة ربنا بيقولك أنا واقف معاك فيها ألف مبروك للكابتن محمود الخطيب ولكل مجلس إدارة النادي الأهلي ولكل منظومة النادي الأهلي ورقم واحد النادي الأهلي ورقم واحد جمهور النادي الأهلي بالتأكيد يا فارس وبالتأكيد كل سنة والكابتن محمود الخطيب بخير وعجبني جدا كلام المهندس خالد مرتجي بالأمس وخالد مرتجي ده يا جماعة شاهد على العصر ده الطفل الصغير اللي عمره كان أربع سنين لما النادي الأهلي كان بيتعادل أو بيتهزم ما كانش بياكل في البيت مين خالد مرتجي؟ ابن الفريق مرتجي رئيس النادي الأهلي في السبعينيات وما أدرك ما هذه العائلة ابن عن اب عن جد أهلوية وحتى النخاع لما يجي الكلم يقول أننا الفترة الأخيرة تعرضنا لضغوط صعبة جدا كمجلس إدارة النادي الأهلي وعنينا الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا ومع ذلك ربنا نصرنا النهاردة لأن بالتأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قال المهندس خالد مرتجي حاطت النادي الأهلي وخدمة النادي الأهلي بعد خدمة الوطن ونركز على النقطة دي وعلى الكلمات اللي بتصدر من مسؤولين في النادي الأهلي طبعا الأستاذ العمري فاروق كان متواجد أيضا والأستاذ طارق أنديل ودكتور محمد سراج وكل الناس كانت متواجدة في البعثة والحقيقة والجرح والدماطي ودكتور مهند كلهم كانوا متواجدين ولكن الدكتور محمد شاوي رئيس البعثة هو اللي يستحق التواجد ده موضوع ألف به إدارة في النادي الأهلي احترام لرئيس البعثة حتى لو كان موجود منصب أعلى أو يعني طايت الأعلى موجود نفس المعنى كده في البعثة أو حضر المراسم لازم رئيس البعثة هو اللي ينزل والحقيقة شفنا بعثات الفترة الأخيرة سواء سلة أو يد أو كمان كرة قدم الحقيقة نجحين بشكل كبير جدا ويا رب دايما في أفراح ويا رب دايما في انتصارات ويا رب يفضل نموس الرياضة المصرية كما هو منذ نشأة الرياضة المصرية وفي نموس زي ما فيه نموس للكون كده في نموس للرياضة المصرية ألا وهو الأهل البطل ثم يتبدل المنافس في أوقات كتير جدا أو في بداية المشوار كان نادي الترسانة بينافس النادي الأهلي وكان بيتقالع عليهم قد بي القرى المصرية وكان حتى في روايات نجيب محفوظ يتم الحديث عن نادي الأهلي ونادي الترسانة ثم يحدث ما يحدث ويبتعد نادي الترسانة ويعود نادي الزمالك بمسماه الجديد ما بعد 52 ويصبح نادي الزمالك هو المنافس للنادي الأهلي الفترة الماضية ممكن جدا بعد 10 بعد 20 بعد 30 سنة تتغير كل الأندية تتغير كل الظروف ويبقى النادي الأهلي نموس الرياضة المصرية هو البطل والوصيف يأتي من يأتي يتغير من يتغير الأهلي منذ نشأته لا يتغير وبالتالي البطولة دي كانت مهمة جدا كانت مهمة جدا حتى الجماهيرنا عشان أنا عايز هنا أوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي أنا عارف أن أنت خسارة بطولة عندك أصبحت تكاد تكون نهاية العالم لكن أنا عايزك تحاول أن أنت ما تصلش للمرحلة دي وما تخليش إعلام آخر يحاول يشتغل على حبك وعشقك وحماسك للنادي الأهلي بأنه يوجهك لحالة الغضب داخلين مباراة المفترض أن نحن راكبين فيها معنويا فإذا بكل الأجواء المحيطة بالمباراة بتقول أن اللي راكب نفسها النادي الزمالك على أي أساس من بعد موادقنا بعد كورونا ولعبنا مباراة جدية في 27 نوفمبر 2020 سماها المنافس مباراة القرن إيه اللي حصل؟ كانت القضية ممكن في 18 إبريل 2021 وبنبدأ دوري وفريق منافس عنده استعداد أنه يحاول يرد على الهزيمة بالقضية وبيغيب عن النادي الأهلي ست لعبين من اللي شاركوا في مباراة القضية ويفاجئنا علام الزمالك أنه عايز يلعب المباراة بحكم مصري بأي شيء المهم نلعب والشناوي والعيبة كبار في الفريق مصابين ويفوز النادي الأهلي اتنين واحد ليرسخ لفكرة الأهلي بمن حضر في الدور الثاني بيتعادل نادي الزمالك مع النادي الأهلي واحد واحد بنروح لدور جديد آه دور جديد وخسرنين الدور ده خسرنا الدور ده وبدأنا الدوري والأسبوع الثالث وخمسة نوفمبر 2022 2021 وبنفوز خمسة ثلاثة طبعا ده هدف برونو سافيو اللي هنتكلم عنه كتير لكن كان مهم جدا وحنا بنتكلم عن النقطة دي عشان تصل للجمهور ويصل فكرة الدعم النفسي والمعنوي للجماهير كان في خمسة نوفمبر وصلنا لخمسة ثلاثة ثم لعبنا 19-6 ومباراة 2-2 بوجود طبعا الكابتن سامي أمصان هو اللي بيقود المباراة من على الخطوط وكنا الأقرب من الفوز وكنا نقدر لو ضغطنا الشوت الأول نطلع بمباراة فايزين فيها فتيجي مباراة من أصل سبع مباريات تلعبه يفوز فيها نادي الزمالك 22-7 22-21 ويفوز بمسابقة كاس مصر فنيجي بعد الست مباراة دول ندخل المباراة السبع نلاقي البعض بيحدثنا عن أفضلية معنوية لنادي الزمالك أي أفضلية معنوية أي أفضلية معنوية وأنا آخر سبع ماتشاط ستة واحد أنت فوزت مباراة واحدة فقط لغير والست مباراة ما بين فوز للنادي الآلي أو تعادل نادي الزمالك مع النادي الآلي زي 2-2-1-1 يبقى أي أفضلية فين الأفضلية فعشان كده رسل الجماهير النادي الآلي فأي وقت هتقابل نادي الزمالك أنت اللي عندك الأفضلية المعنوية فأي وقت هتقابل نادي الزمالك أنت اللي عندك التاريخ وانت اللي هيقف عندك التاريخ لأن سيظل وسيبقى دائما نموس الرياضة المصرية أن الأهل البطل ويتغير الوصيف تبعا لمتغيرات الحياة هو تبعا لمتغيرات الحياة بس يظل لحد يحتفظ برضو بالوصفة التاريخية وده لازم يأخذ حق ويأخذ تفضل أنا اتكلمت بعد 20-30 سنة مش عارفين وبعدين أنا بحس أن الأمور كلها دلوقتي لازم فكرة المساواية يعني هل اللي أزرق فابيت ده بيمسل حاجة النظر أنا والله يعني قلت يمكن يكون حظ حلو كده ولبس أزرق فاهمني فإحنا باللازرق يعني هتغير في الألوان كتير لا أنا كده أنا النهاردة على فكرة يعني النهاردة جاي وانا راضي جدا أن أنت تنتصر بالغرفات الحال هتغير في الألوان كتير لا 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 ده آخري بس النهاردة بس 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 أعايز أولك حاجة لمساتك حلوة وبتفكر بسرعة لا وحاجة تانية ده أنا بجيب جوان وانا موقوف بجيب جوان وانا موقوف عجبتني لمساتك حلوة وبتفكر بسرعة إحنا أسامة بتكلم في نقطة مهمة جدا قبل يعني ما يبقى فيه دعابة ما بيننا فكرة التفوق والأفضلات النفسية يا جماعة فكرة المساواة نفسها أحيانا بتكون ظلمة أحترم المنافس وأقدره وأقول ناري الزمالك يا جماعة عنده اسمه وبطولات ما حدش يقدر ينكر ده أصلاحنا مش في مجال إن احنا نقول الزمالك ما حاجة حاجة مستحيل ولكن فكرة المساواة المساواة ما بين حد عنده ألقاب أكتر ومجهود أكتر وتاريخ أكبر ده عمره ما يكون عادل يعني لما بنتكلم في آخر 8 مباراة أو 8 مواجهات اللي تلعبوا ما بين الفريقين في السوبر فيه رقم قاسي جدا كرقم آه طبعا قاسي إن ست تتوجات للنادي الأهلي منهم في الثماني مقابل اثنين للزمالك ده الثمان مباريات اللي حسمت ألقاب السوبر ما بين الاثنين حتى الاثنين للزمالك حسم بهم السوبر على حساب النادي الأهلي كانوا برقلات الجزاء يعني أنت متخيل في الثمان مواجهات ما فيش مرة نادي الثمالك توجي على حساب النادي الأهلي بالسوبر المصري داخل المباراة المرتين كانوا برقلات الجزاء ترجيح الترجيح ها طبعا دي فكرة الأفضلية وده فكرة التاريخ ويا جماعة فكرة أن احنا نحاول نفهم الناس أو نخلي الناس تشوفوا واقع غير اللي هي شايفان يعني عكس في رعاية ومازلنا بنصمم ده وده يا أسامة كان حاجة احنا عملناها من بدري قوي من قبل ما قصة الرعاية تتفتح وعملنا هنا وقلنا يا جماعة فيه أمور هي اللي بنقس عليها ده النادي الأهلي وده اللي احنا هنا دورنا نفكر الناس به ونفضل نقوله زي ما محتاجين نفكر الناس أسامة بيقول ما بيفكرش مرتين السخرية من سافيو جماعة الناس فضلت تقول سافيو حيتوقف الراجل سجل وهو موقوف بالنسبة لبعض الجمهور سجل وهو موقوف يعني أحيانا بتحاول تعمل حاجة ولكن بتصيبك لا 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 بما أننا تكلمنا عن نقطة دي خد بالك هما كلما يتكلموا عن حد يديهم هدف في المباراة قالوا أما حياتة قفشة فقفشة جاب القاضية جميعهم يتكلموا عن سافيو فسافيو جاب جول بصراحة بيوصف لنا قد ايه الكواليتي بتاع المحترفين بيفرق جدا اللقطة دي اللي هي بتتعدي أيوة شايف مين اللي رجع القرى لبرونو سافيو العظيم زكريا الوردي ده محترف انضم للنادي الزمالك المنافس طبعا البداية الموسم ده فارس وده برونو سافيو اللي انضم للنادي الأهلي بداية الموسم ده البعض شاكك في صفقات النادي الأهلي والبعض فكر أن العدد في الصفقات هو اللي ممكن يميز الصفقات اللقطة دي أنا بالنسبة لي بشوفها لقطة قريبة الشبه عند جمهير نادي الزمالك في تأثيرها النفسي بلقطة محمود علاء هل ممكن زكريا الوردي بعد اللقطة دي يقدر يستمد ثقته مرة أخرى أو يكتسب ثقة جمهير نادي الزمالك مرة أخرى أنا بشك فدي لقطة بتوضح قد ايه لما المحترف الكواليتي بتاعه لانت تختاره كويس يقدر يحقق لك نتائج إجابية فما كانش ينفع نعدي اللقطة دي لا ده في حاجة كمان مختلفة لزكريا الوردي يعني أنت بدأت تقول أنه هو أفضل من طارق حامد وما بياخدش إنذارات زي طارق حامد اللي عليم ما شاء الله كل مباراة لازم ياخد إنذار ده أنا عايز ألك ما مش محظوظ خالص يعني لو هو عنده حصانة طارق حامد كان زمان الأمور اختلفت معا لا هي بص قصة المحترفين زي ما احنا تكلمنا وقصة تأثير المحترفين برضو احنا مش هنتصرع في الحكم على سافيو ولكن بداية في ديربي مهمة جدا وحنقف عند سافيو ولكن كمان عشان نروح للعطاق معانا مختلفة مؤمن زكريا أسامة بالنسبة للجمهور المصري عموما وأنا هنا فعلا بعنيها الجمهور المصري لأن دي مش أمور أن احنا بقى نتكلم فيها في أهلي وزمالك بالنسبة للجمهور المصري أصبح حالة كل الناس بتحس أني لها في مؤمن زكريا وللأمانة مؤمن زكريا ربنا مديله قبول غريب جدا يا أسامة يعني الحمد لله حرص الناس أنه هو يكون موجود في أي تتويج مجرد بس ما كتبت كده أنا عايزة روح أحضر الماتش في الأمارات إزاي استجابة الناس أنه هو يكون موجودة واستجابة كل الناس اللي هي تقدر تخليه يكون موجود أن مؤمن زكريا يكون موجود معانا وكان مشهد مهم جدا أن مؤمن زكريا ده شيء من الدعم المعنوي والنفسي ليه وكلنا الشناوي بحث عنه بعد استلام الكأس على طول فكانت لقطة وللأمانة يعني وجود مؤمن زكريا في الملعب في لحظات التتويجات بيكون فقل حسن على النادي الأهلي فهو الشناوي دلوقتي هيروح له بالكاس للقطة مؤمن زكريا اللي طبعا بنتمنى له الشفاء بإذن الله وخليك يعني بتحارب يا بطل وإحنا كلنا معاك بالدعوات وكلنا معاك بالحب وبقلوبنا كلها معاك لأن مؤمن زكريا حقيقي حالة فريدة جدا في كرة القدم المصرية وعنده رضا نفسي ربنا يعني يبارك فيه ربه في أسرته وفي زوجته المخلصة الصبرى على يعني الابتلاء ده إن شاء الله يقوم منه أفضل بكتير بإذن الله يعني بتتويج لحظات جميلة وزي ما قلت يا أسامة البعض ممكن يقولك أصل السوبر لا جماعة القصة مش كده ده بيرجعنا يا أسامة إن إحنا ما نتشدش بعيد عن قيمة النادي الأهلي ده بيأكد أفارس إن نموس كرة القدم المصرية تحديدا كمان بطالها النادي الأهلي الحقيقة إحنا آه يمكن عشان أهلوية لكن أنا دايما بشوف احتفالات الأهلي بالبطولة شكل مختلف احتفال غير إحنا ما حضرناش هنقول إيه في المقدمة ولكن الفكرة يا جماعة واصلة أنت مش بتركز على لقب السوبر بقدر ما بتركز إن ده بيرجعك للأصل والأساس قد يين نادي الأهلي بطل وغير بقى مؤمن زكريا اللي أكيد شوفنا صورته معانا كان عندنا لقطة مهمة جدا محتاجين نتكلم فيها عمر السلية فنيا آه عمر السلية عمر السلية بعيدا عن فكرة إنه هو يكون موجود في المباراة وإزاي أداءه كان مهم لقطة يمكن بالنسبة للأهلوية كنا بنسأل نفسنا إن هي بتتكرر من شيكبالة اللي لنا واقفة مهمة جدا عند اسم شيكبالة ولكن في اللقطة الفنية دي عمر السلية في مشهديه كان بيكرر تدخلات مهمة جدا يا أسامة في لحظات فنية أهو عمر السلية كانت دي بداية هجمة لنادي الزمالك هنيجي نشوف اللي يبلش كبالة بيبدأ ياخدها ويضم لجوه ويحاول ياخد الكرة ويكون فيه تدخل في التوقيت المناسب من عمر السلية ده بيقول لك بالتحضير وبطريقة التصرف لقطة تانية في لقطة تانية معنا لا دي نفس اللقطة تانية اه لو هي لقطة معنا واحدة كان معنا أيضا لقطة تانية عمر السلية تدخل فيها بنفس الطريقة دي اللقطة التانية أيها بالضبط يضم للعمق عجبني عجبني جدا عجبني جدا نقطة مهمة جدا إن هو يعني فتح الزاوية الديقة لشيكبالة لأنه عارف إنه هيروح لبرة هو ده الزكاة هيا اللعبة فيها انت مش بتفكر في رجل شيكبالة وبتحرك انت بتتفكر في مصار شيكبالة الطبيعي أنا لو عندنا لقطة بقى إمام عشور عشان هنا الممكن ناقد مقارنة لو لقطة إمام عشور في الجولة التانية مع طاهر هتبقى عظيمة جدا هنا ركز كويس قوي في اللي عايز لقطة عمر السلية التانية وبعدها لقطة إمام عشور لو هي معنا يا جماعة حبيبي حبيبي أبص هنا أبص يا فارس عمل ايه أفلوا اللي برة انا متوقع مصاري اللعب ايه هنا شيكبالة عمل ايه بقى ما قدرش ان هو لأني داخل بفكرة واحدة فقط لغير ان هو عايز يعمل اه بالظبط عايز يعمل ارطو هاتلي بقى لهذا في التاني يعيني يا طاهر صعب او بقى ليه بقى إمام عشور راح كده معلش عيد لحيطة إمام عشور وطاهر تاني يا مخرج يا نجم يا برجاء وعيد هالي بس لا يسأل فارحة دي نتكلم معنا لكن عايز اللقطة بتاعت طاهر اه اه طاهر وإمام عشور لان هنا طاهر غير في قراره طاهر عملها كذا مرة ومنها هدف شهير صندونز ايوة اللقطة دي طاهر هنا إمام عشور عمل ايه فكر في انه رايح لبرة عشان يعمل ارطو عملها قبل كده وصندون طاهر خليه يكمل لبرة لوحده ورجع بس انا هنا يعني عايز اقول حاجة لإمام عشور بس لما الكاميرا ترجع جميلة جدا من طاهر وتكملت كريم فواد عظيمة جدا لا وغير قراره في ثانية امام عشور راح على التوقع اللي راح عليه عمر الصلاية هنا طاهر الصرف افضل من شكبال لكن انا بقى عايز هنا اقول نقطة وتحديدا لإمام عشور ليه امام عشور لان انا عجبني سلوكيات امام عشور في المباراة دي في بعض اللقطات اللي كان فيها بعض الصعوبة كده هو ما كانش زي كالعادة منفعل فدي نقطة كانت مهمة لكن النقطة الاهم بالنسبة لي ان امام عشور لعب مصر يا فارس ممكن لعب مصر لعب في منتخب مصر لعب قدم ادوار جيدة يعني برجاءه مبسوط باللقطة فهي لقطة الكريم فواد طبعا هياخد حقه الكلام بس انا عايز بس نقطة تحديدا ونصيحة لإمام عشور تحديدا انا مش عاوز امام عشور يعني ياخد درس من درس النجاز كان فيه لقطة ايضا في السوبر يمكن احنا حضرنا يا فارس الانتهاء 3-2 كان فيه لقطة الشحات والنجاز وبدأت جماهير النادي القالي تتكلم عنها بشكل كبير جدا وقعت جدا النجاز نفسيا ومعنويا وتقريبا شبه قرط عليه ولقطة محمود علاء في القادية ممكن ايضا يعني محمود علاء ما كانش قادر يتعامل نفسيا وانتقل للاتحاد على سبيل الاعراب لكن امام عشور لعب مصري لعب لمنتخب مصر فانا حابب امام عشور ما يقفش عند اللقطة دي كتير لان جماهير القرى اكيد هتقف عند اللقطة دي كتير وما بتتنسيش من الوجدان ده في بيبو وبشير من 2002 لكن بما اننا ذكرنا بيبو وبشير عايزك يعني تاخد استفادة او درس من بشير بشير قدر بعدها يحاول ان هو يرجع وقدر يرجع حتى لو كانت فترة قليلة وحتى بشير استفاد من القصة دي حاليا مديا من الاعلانات فمش عايزك تقف عند اللقطة دي مش عارف انت ابتد عن امام عشور ولا بتقول لها هتعمل اعلام باللقطة دي ما بعد سنين بس لان امام فارس لعيب منتخب مصر فاتمنى ان شاء الله ان هو يعدي كبوة ترئيس الطاهر بشكل سريع ويعود زكريا الوردي برضو لا زكريا الوردي الامر صعب لا ان زكريا الوردي محترف مصيره ايبقى من وجهة نظر ايبقى زي النجاس هي لقطة قصية وترئيسة قصية ولكن كان فيها براعة من طاهر اكتر منها ان امام عشور اخطأ فيها ولكن ده قدر طبيعي تتعرض ليه وانت بتلعب سلية فكر صح شيكابالا تصرف بنفس الفكرة الوحدة طاهر فكر بشكل مختلف ولكن عندنا لقطة انا لما شفتها قلت الدنيا انتهت خلاص البطولة بتاعت الايل ان شاء الله لقطة علي معلول وعلي معلول في بداية الشوط التاني قدر يعمل تغطية عكسية بشكل خطير وعمل تاكلنج بعدها وكمل في الكورة ولكن بعد ما عمل الكلام ده جات له الجرينتا اللي هي انا والله بيتش عارف اقول عليك التنسي ولا المصري ولا التنسي بقلب مصري ولا المصري بقلب تنسي ولا تنسي الاصل مصري الهوى يعني ما بيتش عارف اقولي على علي معلول للصراحة لكن اللقطة دي انا فكر انا عارف كويس قوي ليه الجرينتا دي بتاعت علي معلول عمل التغطية وقام بعدها وهتلاقيه رايح لحالة مع نفسه طبعا حالة صعبة جدا علي معلول في تركيزه للكورة قادي اللقطة يعني اهم حاجة الجرينتا بتاعت علي معلول التغطية عظيمة لكن جرينت علي معلول أيوة دي علي معلول في حتة تانية وتركيز تاني طب ليه علي معلول أنا على طول ربطت بين علي معلول يا فارس والهدف التاني اللي سجله نادي الزمالك في بطولة الدوري والخطأ اللي يعني نادرا لما يقع علي معلول في مثل هذه الأخطاء القرى اللي عادت من تحت رجل الشيكبالة فعلي معلول ما بينساش يعني ده إذا كان بيقصوا على أبناء بلده وفي موضوع الترجي آه آه فما بينساش وفي موضوع الجيش في الدوري اللذيذ الدوري 41 لما ضاع رقل الجزاء قدر يسجل علي معلول وبشراسة علي معلول من اللعيبة اللي أنت خلاص بقيت قاعد مقتنع أن ده أهلاوي أنت عقلك رافض يستوعب غير أن الراجل ده أهلاوي وكأنه متربي في ملعب التتش فدي كانت نقطة مهمة جدا وياريت كل اللعيبة تكون زي علي معلول لما تغلط الغلطة تبقى عايشة ومركزة عليها عشان ترجع تاني لا ما ينفعش نفوت معلول الأول لأن معلول في مباريات القمة تحديدا يا أسامة لا بيدي لك أفضلية نفسية لاعب يا جماعة اللاعب الكبير اللي زي معلول لما تشوف النهائيات اللي خطها أركمه رهيبة لما تشوف تأثيره في المباريات الكبيرة ده لعب المباريات الكبيرة هنا التخطية والقطع والدخول لجوه احنا أحيانا بنيجي نقول معلول رهيب جدا هجوميا ولكن تأثيره الدفاعي لا ده دي كورة تبدأ تشرح وتدرس عليها يعني تأثير دفاعي علي معلول بيوصل لرقم مع جلبرتو ما بين محترفين النادي الآلي أرقام استثنائية على مستوى البطولات ولكن للأسف بقى يعني احنا هنا في مقارنة ما بين اتنين مميزين بالنسبة لنا تاريخيا واليوم ما كان في القلب مختلفة تماما علي معلول وجلبرتو علي معلول بيقترب مع تحقيق ان شاء الله بإذن الله البطولات السنة دي انه هو ينفرد تاريخيا بأكتر لعب أجنبي تحقيقا للبطولات مع النادي الآلي وعلي معلول يستحق ولكن كمان كريم فؤاد لما كنت بكلمك عنه يا أسامة كريم فؤاد وأكرم توفيق يمكن احنا هنا مرة في نقاش ما بيننا اتكلمنا ان في مباراة الوداد لو كان أكرم توفيق موجود ما كنا لنقسر هذه المباراة يمكن أنا حتى بقولك ممكن البعض يعتقد ان دي مبالغة انت ردت علي قلتلي لا ليه يشوفوا دي مبالغة وكان بالنسبة لي الغريب كمان التعليقات على الكلام اللي درما بنا ان الناس كلها شايفة نفس الحالة دي ففكرة اللاعب اللي يصنع الفوارق زي أكرم توفيق اللي بيتكلم مبارح انه هو يا جماعة زروي لو لسه ما وصلتش لمستوية انت أحركتني يعني انا حسيت ان ايه يعني هو فيه كده يعني انا احيانا بتيجي اللقطة عالجمهور بقول مش ناقص غير ان الله اكرم بيشجع فوق ما هو ده اللي ناقص ربنا يحمي يا رب ربنا يحمي ربنا يحمي وربنا يحمي كل لعبتنا اللي واضح هو يا أسامة ان عندهم الرغبة اكرم توفيق كريم فؤاد كمان داخل في الموضوع جدا كريم فؤاد من اللقطات او من الفترة اللي خدها السنة اللي فاتت فيه احنا بنفنش السيزون ما كانش عنده ما تحسش انه عنده احباط ما تحسش انه هو متأسر بالحالة البدنية والنفسية للفريق كنت دايما تحسه انه اداءه مختلف شوية المباراتين انه هو ينزل وكولر اكيد حنقف عنده ويكون بالتأثير ده لا شيء مهم جدا وكريم فؤاد مكسب كبير للنادي الاهلي ورؤية كولر لي اللي حنقف عنده كولر اكيد مكسب كبير للنادي الاهلي يعني نتمنى اللعبة تبدأ وزي ما بقولك انا اكتر حاجة فرحان بيها يا أسامة الكلام ما بين اللعبة ورد فعل اللعبة اللي حسسك انه لا اللعبة عايزة قوي انه يتحقق ألقاب وتفرح الجمهور ومتأسرين جدا بالفترة اللي فقدنا فيها الألقاب هم فارس هوية وشخصية البطل اللعبة وقفت على منصات التتويج الأفريقية سنتين واربعد او بثلتين واربعد وكانوا قبكة وسينا وقادنا من التالتة فاللعبة دي انا فيه لقطة قبل المباراة عجبتني بشكل كبير جدا ان اللعبة الجهاز الفني واللعبين الاحتياطين والأساسي الكل كان متواجد قبل المباراة وعجبني ما بعد المباراة في احتفالات ياسر إبراهيم تحديدا وايمن أشرف الاثنين كانوا هم العناصر الأساسية اللي كانوا في الملعب ولكن احتفالاتهم بتقول ان ده فريق فعلا على قلب رجل واحد ومن هنا بتأتي البطولة التوفيق بيجي من هنا فالناس اللي اتكلمت عن ياسر إبراهيم كتير واتكلمت عن ايمن أشرف كتير الاثنين كانوا في شدة فرحتهم مع اللاعبين وما فيش فارق بين لعب كان أساسي أو احتياطي أو لعب خارج التمنتاشر كانت الفرحة كبيرة وانتهت اللقطة أو مراسم التتويج بالنموس أيضا مراسم التتويج ان النادي الاهلي يعمل ممر شرفي وهكذا يكون الممر الشرفي طبيعي بل طبيعي جدا وطبعا النادي الزمالك يعني من خلال الممر قدر يطلع يستلم مدليات المركز التاني والميدالية الفردية عشان يكون النادي الاهلي 12 بطولة سوبر ونادي الزمالك 4 بطولات سوبر طبعا هنطلع فاصل ولكن قبل الفاصل لازم أفكركم بالهاشتاج اللي المفترض حضراتكم هتشاركون عليه عشان نبدأ نعرض مشاركاتكم في باقي الفقرات سوبر خطة احمر قلنا بقى عن احتفالك عن طريق التعاملك مع الاهداف الهدف الاول والهدف التاني شاركنا اي حاجة انت حاب شاركها توصر رسالة لعبين واحنا هنستعرضها في برنامجكم الاهلي خطة احمر نشوفكم بعد القصة يعني لعبين كتير جدا تعلقوا في المباراة دي وفي ليلة السوبر اللي النادي الاهلي أبرس فيها الفوارق الفنية ولكن في حد كان بطل طبعا هتقول أكرم توفيق هتقول محمد عبد المنعم هتقول حمدي فتحي هتقول سبيو متولي ومتولي لعبة كتير تعلقت ولكن في واحد في واحد هو بالنسبة لنا أكيد ان شاء الله هو رهان الموسم وهو ميستر كولر ميستر كولر هو في رأي نجم المباراة الأول ليه؟ لأنه هو ذاكر للمباراة قدر يحافظ على أمور كتير جدا جدا فنية الراجل زي ما اتكلمنا معاكو في أول مجاة بيشتغل على المستوى الجماعي بيشتغل على المستوى الفردي وهو عنده فكرة الأفضلية والاتزان النفسي وده شيء مهم جدا فكرة الاتزان النفسي في التصريحات هو راجل بيشتغل أكتر ما بيتكلم ما بيتكلمش كتير ولكن بيشتغل أكتر ما بيتكلم عايزين ميستر كولر لما نتكلم عليه أسامة نشوف نموذج لبصماته يعني بمعنى إيه؟ انت عشان تبدأ تقول المدير الفني ليه بصمة بجد هي القصة مش نتائج القصة انك تاخد مجموعة من العوامل اللي بتقول بيها ان المدير الفني ده ليه بصمة طيب جزء يتعلق بحاجة زي المدافعين عندنا متولي متولي كان ترتيبه الكام متولي كان قابله ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم أيمان أشرف رامي ربيعة وكمان مجموعة المدافعين دول كلهم كانوا بيشاركوا وبياخدوا فرص مقارنة بمتولي إذن هو ترتيبه كان متأخر في المدافعين لما يجي ألاقي متولي بقى رقم واحد أو اتنين في المدافعين ده ليه دلالة ان دي رؤية مدير فني لما لجي ألاقي تغييرات ميستر كولر بتنعكس علينا في الملعب بشكل واضح وينزل الناس يبدأ يبقى لها تأثير وكريم فؤاد تغييرة بتعكس يعني ايه ميستر كولر قار المشهد يبقى الراجل ده عنده بصمة واضحة ومباشرة لما نيجي ألاقي الحالة البدنية قسامة اللي كنا بنتكلم فيها كتير جدا ومدى تأثيرها على اللعبين عجبني كولر في حاجة ما خدتش حقها بعد مباراة أصوان اتساءل في المؤتمر الصحفي عن فكرة كولر كان مش راضي عن المباراة وكلنا شفنا تصرحاته اللي هو مش راضي فيها عن المباراة فأحد الناس اللي حضر المؤتمر الصحفي بيقوله تعتقد الكصة ليه علاقة بالبدني رد رد واضح وصريح أنا في أول الموس أنا في أول الموس بتكلمني في بدني ازاي وده المدرب اللي مش عايز يشوف نقطة سلباكت موجودة في النادي الأهلي ويجي يقول إيه أخليها معايا أصلا أنا واخد فريق مرهق واخد فريق عنده تلاحهم مباريات لا كولر اتكلم في ده بس كمان كولر بعد المباراة كان ليه حاجة نقطة دي اتكلم عن العقلية وده كان مهم جدا لما قال أنا لأ في حاجة لازم أخاطب فيها لعبتي وده هيكون في الغرف المغلقة عن عقلية اللاعب إنه هو المفترض يطلع أفضل من ده حتى بعد المباراة هو بحقق البطولة بيتكلم أن أنا لسه ما وصلتش للمستوى الأفضل حتى تكملة لكلام فارس وبعض اللاعبين اللي بدأ يعتمد عليهم شفنا الصفقات الجديدة دا جات داست في أرض الملعب على طول شاري حسين وتغييرات بتحصل فشاري حسين ينزل يسجل هدف في مارش الإسماعيلي كريم فؤاد ينزل يسجل هدف في مباراة الزمالك تغيير مركز كريم فؤاد اللي هو خلاص هو بقى مقتنع إن الباكرايت بتاع الفريق أكرم توفيق دا باكرايت مصر فبالتالي كريم فؤاد إيه الإمكانيات اللي عنده تؤهله إن أنا أستغله بشكل كويس جدا ويخدم الفريق خلاص كريم فؤاد يلعب وينجي رايت وشفناه بيتقلق سواء المباراة دي أو المباراة اللي قبلها كريم فؤاد اللي كان برا السكويد عشان كده بنقول إيه إن الراجل دا بيبص كويس على التدريب بيشوف اللاعبين اللاعب اللي يجتهد هيلعب اللاعب اللي هينفذ الأفكار هيلعب اللاعب اللي هيتكون عنده عقلية يعني تتوازن مع عقلية النادل أهلي وعقلية المباراة الفن اللي قال أنا جاعم بطولات أنا كده كده عايز يأكل بطولات فبالتالي دا اللاعب اللي هيلقي نفسه موجود في التشكيل فأنت ممكن جدا تكون برا الثامنة عشر وفي المباراة اللي بعدها من خلال تدريباتك تكون موجود داخل أرض الملعب فدي بقى أنت اللي تحدد أنت هتشارك ولا لا لما تعرف أنت هتنفذ ولا هتكتهت في التدريب ولا لا مش هتكشر مش هتضرب بوز مش هتزعل مش هتروح التدريب وأنت عمال متدايق لا ركز في الملعب هتاخد وقتك خاصة أن الموسم مازال طويل جدا بص هو الأهم كمان فكرة الاتزان النفسي وأنا بأمن المدرب المتزن نفسيا وربط حكتين ببعض الراجل بعد مباراة أسوان لما بيتقال أن هل لعبتك ممكن تكون بتفكر في مباراة الزمالك فده أثر عليها كان مستائج جملة جدا ومش فاهم لين لعيبة في مباراة الدوري تفكر في مباراة الزمالك وده ليس تقليلا من الزمالك لأن الراجل ده مش مدرسة التقليل من حد خالص ولكن هو شاف أن ده شيء مش احترافي ومش مفترض يكون موجود بعد المباراة أسامة بتاعتنادي الزمالك في حوار حاصل معاه فبيتقال له طيب بالنسبة لك بعد تحقيق بطولة السوبر ده إيه الخطوة الجاية هم اللي بيسأله اعتقد بقى أنه حيقول له الخطوة الجاية تحقيق بطولات كذا الراجل ده ما بيتكلمش في أهداف بعيدة المدى الراجل ده بيبص لللي جاي قال اللي جاي مباراة الداخلية طبعا الناس خدت الموضوع بضحك جدا يعني لأنه بيسأله أكيد عن أهدافه ولكن الراجل كان قصد يوصر رسالة نهار ده يا فارس جايين من المطار من المطار أنا ملعب التتش أنا بحمد ربنا أني مش لعيب معكوة بجد والله أنت جاي من المطار يعني اديهم على الأهل اليوم ده أجازة أو راحة لا جاي على الملعب وعجبني جدا الممر الشرفي بقى اللي اتعامل كمان لأهلي في أهلي مع بعضه اللعيبة اللي ما كانتش مسافرة وطبعا يعني أمال غرف خلق الملابس وكل باقي الطاقم الخاص بالنادي الأهلي وفريق الكرة ودي طبعا يعني البص راجع من المطار راجعين على النادي الأهلي وملعب التتش في الجزيرة وفرع الرئيسي في النادي الأهلي وبتحصل لقطات وتعال نتمرن اوكي تعال نتمرن اللعبة للعبة طبعا أنا بالنسبة لأنا بره اوكي لكن اللجوة مش اوكي خالص تعال طبعا ده حاجة لقطة عظيمة طبعا يعني من من لعبي النادي الأهلي اللي بيستقبلوا زملائهم يعني وتعرف ان الكل واحد وممر الشرفي وروح جميلة قوي من كولر أنا بتعجبني برغم انه هو شخصية بتنيل لفكرة الوجه البشوش ولكن جد جدا فالمدير ده تعرف كده حتى في الشركات الفارس مدير ناجح قادر انه هو يحافظ على الانضباط وفي نفس الوقت وجهه بشوش أنا بميل الشخصيات دي جدا وطبعا يعني مجهود كبير طبعا من الجهاز الفني بالكامل واللعبين وكان مشهد يعني فرحة كويسة وفرحة حلوة لكن اكيد التدريبات هي اللي كانت صعبة على بعض اللعبين اللي جايين من المطار على الملعب لكن الفرحة بتنسى يا فارس وبتخليك ان انت تنسى اي تعب واي جهب بالعكس هما هيكونوا فرحانين جدا بدا لان افضل حاجة يا اسامة في الحياة عموما مش في الرياضة بس اننا لما اعمل حاجة انت شفت لقطة ميشيل ينكون قبل نهاية المبرى بحوالي ثلاث دقاء وهو يعني عمال ميشيل ينكون ده ابن التالت ده حقيقي ده حقيقي تستفعر وعلى فكرة يا جماعة ليس الدعاء والشخص المدعي بيبان بيبان جدا والشخص اللي بيدور على الكاميرا بيبان الراجل هو دي سلوك الفطري زي ما انت قلتها فعلي معلومة هي سلوك فطري منك انت مش بتعمل ده عشان حاجة وعشان كده بقولك تعب اللاعبين يحسوا انهم عايزين يتعبوا اكتر لما يلاقي ده بينعكس في الملعب وبينعكس بالفرحة بصوا شوش اللعيبة واحساس اللعيبة اللاعب اللي حاسس انه هو بطل وما ينفعش تغيب عنه البطولة ولكن نرجع بقى الكل لا ونوطة مهمة جدا يا فارس احنا ما بنعرفش نحتفل بالبطولات لا احنا لازم نحتفل بالبطولات بدأنا نعمل ده اه اه لازم ولازم نحس اللعيبة بدأ امبارح فكرت في دي ان لو في حسنة وحيدة لفكرة ان الدوري انت بتاخده بالتسع مواسم والتمم مواسم والسابع مواسم قلت لو في شيء ايجابي واحد في فقدان بعض الالقاب مؤخرا هو فكرة انك لما تاخد اللقب تحس بمتعة مضعفة لي لان انا فكر عسامة والله اجينا فترة خصوصا في الفترة بتاعت لا ده سيفك بقى من العشرة ده انا بشوف ان ده شيء احنا عقبنا عليه عشانا يكون صريح يعني ده كان جزء من انا انا لا انا بقولها ومزعلاني اني بقولها كان في عنجهية بعض الشيء يعني مننا كاهلوية كان في عنجهية بعض الشيء وكنا محتاجين بعدها رجلنا تلمس الارض شوية ولكن في فترة كنا ما بنتقصرش بدأ وكنا لا حتى احتفلنا ما احتفلناش كنا بنفضل نحاق بطولات انا فكر في فترة منويل جزء احنا كنا بناخد الدوري وتقريبا محدش بقول لحد مبروك لما كان من يناير يعني كنت بحس ان الموضوع ايوة ماشي خدنا الدوري انت عايز ايه لأ ومن يناير صحيح فده مهم جدا نرجع بقى الكولر عشان خاطر نروح بقى نسمع كولر ال ايه بعد المباراة لان كولر اتكلم حاجة ايضا فنية مهمة جدا نقف عندها لما نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب عليه نحن انا لا اشتري الماء ونحن نحن نشتري انا اشتري عنها لانا اشتري ان تشابه وانا اشتري كنت تشابه انا مغايرة العبارة لانا أعتمد ان انا ألعاب كورتي معم كان المنافس لكن احنا طمعنا اتفراجنا عزامالي قبل المatch ويسرنا نحن نعرف نور قوة وضعف ونلعاب علي انا مهات مهات ممتازة انقبيرا انا انا دائما بركز على احنا بنلعاب ازاي مش المنافس بلعاب ازاي أننا نلعب في القرى وما ستعلق؟ مهور الإلي جمهور كبير جدا يفرح لما المدير الفن الجديد يأخذ بطولة يتديله الحافز يتديله الدفع المعنوي بس جمهور على طول عمده هل من مزيد؟ هل يتحمل هذا وهو عرف ده؟ أنا كمان جعان وبطني عايزة لسه كتير تتملي بس بيقولك أنا جعان ولسه بطني عايزة كتير عايزة تتملي على البطولات ده مصطلح واحد مش جاي ريح والأهم بقى رجل ده لما تكلم عن طريقة اللعب ألا أنا ما بغيرش طريقة اللعب مش معنى كده أنه هو ده هيفضل قعدة مطلقة لا لما الخصم يستدعي أنه يغير طريقة اللعب ويعكسه ده بقى في كلام قلناه هنا في مباراة المنستيري لما قلنا أن أهم أفضلية في مباراة المنستيري خارج الأرض مش هو الفوز خالص هي فكرة شخصية البطل الراجل ده بتغييراته في آخر عشر دقايق التلت تغييرات هجومية وتفكيره في المباراة ده راجل شايف أنه هو بيدرف فريق بطل عشان كده اختصر على نفس وقت كتير جدا أنه هو يجي يبدأ يحس الأهل فقد ألقاب يروح للحتة دي من الزاوية لا راجل ده أنا بدرف فريق بطل ولسه عايز أعمل سيفي وأنا بقول لك كولر يعسامة جاي يعمل سيفي هو عنده سيفي ولكن أنا بقول هو حق نجحت في كل التجارب زي ما شرحنا مقارنة بالأدوات وقلنا حيفرق معه كتير جدا لو استغل أدوات الأهلي اللي هي أفضل أدوات وتحت له على مستوى مسيرته فنتمنى إن شاء الله نشوف الألقاب ده حقيقي وعجبني جدا كمان أن الراجل له بصمة واضحة برغم أن هوية الناد الأهلي والهوية الاستحواز والهجوم إلا أن الراجل حتى هذه اللحظة ما شاء الله يعني شباك ونظيفة كلين شيت في كل المباريات اللي لعبها وده شيء إيجابي جدا 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 ونتمنى التوفيق ليه فيما هو قادم لكن كمان ارتباطه وعلاقته ومع أي يوم دير فاني يا جماعة بيجي مع جماهير إناد الأهلي بيكون فيه علاقة ود كده بتبقى واضحة برضو فاتعالوا نشوفوا الفيديو ده عشان عندنا تعقيم بعد كلام كولار عن جماهير إناد الأهلي أخيرا نياد الفوس لي مي أم فيم بيتم ستو ديزر في ديزر سي يا ألن ألي فانس نتولي أدير فير سير جوت ويبس اتسا ومت يا ألن دي ميت ألالي مع جمهير إناد الأهلي في كل مكان أدري أنا كمان المكهود معه ويحب أجمع الإعجاب إناد الأهلي وويته هلما نتولي دي واحد من الجماهير حدف هالي شفت فيها شعار النادي الأهلي حسيت بقى دايب حب النادي فيها وعش جدا أعتفز بها دايما لمدى الحياة مهم جدا الفكرة دي ومهم جدا الجماهير اللي لازم مهما تكلمنا عن دور الجماهير مش نقدر نوفيها هي رقم واحد دائما وأبدا الجماهير الهادة مارسل كولر دي هدية محب بدأ يسق في مدير فني قادر على إذنه يحقق طموحات جماهير النادي الأهلي ودي نقطة جوهرية ومهمة جدا كولر عجبني جدا أنه هو عايز مدرجات الملعب هنا في دور المصر تكون نفس المدرجات الملعب هزاع بن زايد وجمهير النادي الأهلي اللي استاد منتالى عن آخره عشان ده بالنسبة لنا وبالنسبة لنادي الأهلي أفضل شيء وأفضل دعم ليه خلال التسعين ديئة نتمنى أن كولر يحتفظ بعلم النادي الأهلي ويكون عنده نسخة من عالم النادي الأهلي بعد تحقيق إنجاز إن شاء الله يكون فيه بطولة كأس العالم لأن ده اللي اعتاد النادي الأهلي أنه هو يحقق الإنجازات فيها دي طبعا تويتها بعد المباراة في فارس ويشكر أيضا الجمهور كانت رسالة واضحة من كولر ولكن كمان كان عندنا تعقيب لا ده فيديو ما يعني كل فطولة فيديو إحنا بنحب الفيديو ده في التوقيت ده يعني أنتوا هتجدونا لا نختلف تماما مع الإعلامي عمر أديب لما يجي يتكلم ويوصف ما بعد خسائر الزمالك بنحب جدا تعليقاته وللأمانة الأهلوية كلهم بيستصغوها وبيحبوها أحيانا بيكون فيه بعض وجهات النظر ولكن طبعا أكيد يبقى الاحترام للجميع ولكن الفيديو ده محتاجين نروح ونسمعه وهو بيوصف حاجة من زاوية تانية زاوية المشجع الزمالكاوي الآلي كسر ضربة البداية والآلي كسر نحسه النهاردة اعرف بقى لما الآلي بيكسر نحسه وبعد كده بيجرى ايه ده ده نادي الحظ النار مش النهاردة لكن الآلي لما بيتفتح معه الحظ قول يا رحمن يا رحيم لو الزمالك عايز يبقى منافس حقيقي لازم مرة أخرى يعيد النظر في اللعيبة الجداد اللي جت يعيد النظر في تبني خطة جديدة يعيد النظر في سلوكيات اللعيبة يعيد النظر في حماس وحالة التراخي اللي كانت موجودة عند اللعيبة النهاردة ماتش وعدة يعني أنا مش عايز أكبر الحكاية أكتر من كده إنما لو حتكمل كده خلاص يعني بلاش بقى نتكلم في أي حاجة وعلى فكرة دي دعابة طبعا أنا ما بحبش ماتشاط السوبر أنا ما بعتبرش السوبر ده كاس مهم مش حاجة مهمة المهم يا الدور يا الكاس واللي إحنا ناخده هو ده اللي أهم يعني فارس قبل ما يطلع الفيديو قال يعني هنروح للأستاذ عمر أديب كمشجع زمالكاوي اللقطة الأخيرة وآخر جملة اتقالت في الفيديو بتؤكد إن الأستاذ عمر أديب مشجع زمالكاوي حتى مهما قال البعض إنه هو مش مشجع ناس زمالك تاريخه آه آه بدعابة فهو عشان كده بنفكروا بيها بالزبط فمباراة السوبر اللي كان فيها رقل الجزاء أهضرها الكابتن حسام غالي الأستاذ عمر أديب بدأ الحلقة بتاعته بأنه حد رماله قرة وقال لقينا قرة حسام غالي يا جماعة ما كانت سوبر يا أستاذ عمر لا هي البطولة مهمة وعجبني جدا إن انت عارف كويس إن الأهلي اللي لما فقط تلت بطولات محلية يتقال الأهلي منحوس ولما ياخد بطولة محلية يتقال الأهلي تقصر نحسه وإنتوا عارفين لو الأهلي تقصر نحسه إيه اللي بيحصل بالزبط وده توافق مع كلام لاعبنا محمد مجدي أفشا لما قال يا جماعة إحنا لما بنغيب عن البطولات وبنرجع بنرجع بمنطق القوة وكل الناس عارفة كده ومش هنقبل غير بكده فقبلها مننا وأستاذ عمر دي بداية كده يعني كولر اللي قال أنا جعان وعايز أكل بطولات اعتبرها مسح زور كولر في بداية تولي المسؤولية لا أنا عجبني جدا إنه قال الأهلي رجع له حظه فخلاص واللي جاي واللي عيب عندنا مشاكل ولازم ناخد بالنا وفي الآخر قال بس هو ماتش وعدة بعد إيه بقى ولكن نتمنى ربنا يديم على الأهلوية أفرحهم يا رب ونتمنى إن شاء الله اللي يتكون بداية ولكن في ملعب هزاق بن زايد لنحكات يعني ملعب هزاق بن زايد أنا عندي بياد كده يقول رادس هزاق بن زايد مين فيهم بحبه أكتر أنا مش عارف التاتش في مكانة تانية ولكن يجي هزاق بن زايد ورادس وتبدأ تقارن هزاق بن زايد أعلن رسميا إنه هو ملعب فأل حسن على النادي الآلي الرائع الرسمي لبطولات هزيزين نسيب الصورة دي لإنه فيه كلام كتير عليها ولكن كمان وإحنا بنتكلم هزاق بن زايد خمس مباريات لعبها النادي الآلي فاز على آيكس فاز على روما خد السوبر من الزمالك 2015 وفي وقت صعب جدا وده المهم في وقت صعب وراح رامي ربيع لو تبتكر يا قسامة للجمهور وكابتن حسام غالي وكابتن حسام غالي لما لهم ارفع راسكم لفوق كان مهم جدا واخدنا عليه السوبر كان فريرا برضو اللي موجود وكان فريرا ومشي بعدها وأخيرا السوبر ده وإن شاء الله تكون برضو عودة البطولات ولكن استدعى الزايد نزايد الصورة اللي قدامكم شفنا مبارح فيها وكمان يمكن الصورة دي اللي قدرنا نجيبها بعيدة برضو كان فيه صور كتير جدا بتبين يا قسامة بعض المدرجات خاوية أو بعض الأماكن لم تكتمل لجمهور نادي الزمالك شفنا بعض المدرجات ما كانتش مكتملة ولكن الأهم بقى من فكرة عدم اكتمال مدرجات الزمالك لأن ده فيه تصراحات كتير عليها حصلت ويمكن كان بيتكرر بس أنا مختلف معاك هنا شوي يعني أنا بالنسبة لي شايف أن اللقطة دي ومدرجات نادي الزمالك وحتى فيها بعض الأماكن الخوية لكن ده تقدم حصل لأن كان في الإمراض كان في بعض الأماكن الخوية كان بيبقى فيه لفتات بتغطي الأماكن الخوية دي ولكن بقى فيما يخص جمهور النادي الأهلي أجماعة حصلت حاجة غريبة جدا وهي مفرقة غير طبيعية أنه جمهور النادي الأهلي في السعودية جمهور النادي الأهلي في الكويت جمهور النادي الأهلي في الإمارات كل مكان بيتلعب فيه خارج مصر ولأن الأغلبية من المصريين أهلوية انعكس حضور غريب جدا كان هو الحكاية وهو الحدوتة إزاي الجمهور ده بالوفاء ده وبالأعداد دي وشفنا ترحال من السعودية في مبارات الإمارات وشفنا ترحال من الكويت وشفنا صفر ناس كتير جدا وشفنا ملحمة عشان كده يا جماعة بنرجع ونذكر النادي الأهلي لابد أن احنا نشوف ما عندناش أي مشكلة ما لناش علاقة نتمنى عشان يكون فيه عدالة مضمونة نفتح الأعداد وإحنا شايفين إن الحمد لله الحمد لله جمهورنا اللي بيروح مفيش مشاكل وجمهور المنافسين مفيش مشاكل والأمور نشوف فيها عدد الجمهور اللي جمهور النادي الأهلي بيعبر فيه عن أغلبيته الكاسحة طول الوقت يا وسائل ده أكيد يا فارس وده على الأرض الواقع وحتى على وسائل التواصل اجتماعي جمهور النادي الأهلي مش سايب مكان يعني أنا مش عارف الأزمة اللي ربطة الأندية حطت نفسها فيها من بداية الموسم ألا وهي إن أصبح يتم اختيار لعب الجولة من خلال التصويت فيا جماعة أنا بوجه رسالة لربطة الأندية خلوا لعب النادي الأهلي ياخد جايزة ودخلوا ثلاث لعبين آخرين من الأندية الأخرى تتنافس على التصويت الجماهير لأن بعد ديانج الأسبوع الأول حمدي فتحي باكتساح فوق التسعين في المائة وللأسف جمهور النادي الأهلي ما كانتش راضية كمان عن التصويت وكانت شايفة إن التسعين في المائة وواحد تسعين في المائة ده قليل أيضا ومحتاجين إنه هما يعلق نسب التصويت فأنا بصراحة شايف إن ربطة الأندية في مقذة كبير جدا ما يتعلق بلاعب الجولة لأنها أصبحت خلاص محفوظة وتمنى ما يتمش تغير القواعد بالزبط هما لو يغاروا القواعد يبقى فيه لعب من اللي ياخد أو الثلاث لعبين أخرين يتنافسوا بنتكلم بشكل واقعي بعيدا طبعا عن الفكرة أو الأسقاط مفهوم ولكن بشكل واقعي أنت حطيت لي نظام أتمنى ما تجيش تغيره عشان جمهور النادي الأهلي بيصوت بشكل كبير أنت حطيت إن الجمهور يكون قاعدة وأنا بحتكم لي وده بيحصل تسوقان في الدنيا كلها مش عشان أنا عندي قدرة غير تنافسية مع أي حد يعني محدش يقدر عليها فنبدأ نلاقي فجأة القصة بتضغير خال أنا شايف أن الفترة القادمة هيكون يعني بعض الجمهور هتمتنع عن التصويت لأن الموضوع هيبقى محصوم لجمهور إنال أهلي واللعب إنال أهلي لعب الجولة وبما يناب نتكلم عن أفضل اللعبين طبعا لما تيجي تتكلم عن أي نجم أو مين نجم المباراة هتلاقي ناس كتير جدا لكن أنا استوقفني يعني اللي عمله محمد عبد المنعم التمرات القصيرة نسبة 100% دق التمرات 100% فيه قراء محمد عبد المنعم يعني في البلدب بيرقص ثلاث لعابين في المباراة زي دي جمهورية الملعب متقفل إلا بعض الأماكن الخوائية في مدرجات نادي الزمالك وبيطلع بالشكل ده في مباراة مهمة زي دي استخلاص القراءات 15 مراوغات صحيحة الاثنين قطع القراءات 9 تصدي التزدات 1 التحامات هواية فاز 2 من 4 فقد القراء مرتين فقط لغير محمد عبد المنعم ليه وقفت عنده متولي أكيد أجاد وقدم مستوى رائع جدا في المباراة دي ومن أفضل مستويات محمود متولي لكن محمد عبد المنعم هيعمل عملية هيخضع لعملية في الأنف اتعرض لإصابة قبل مباراة نادي الزمالك فتخيل ربنا يحميه بيلعب المباراة دي وهو مصاب ومحتاج يعمل عملية ويكون بالتركيز ده واضغط على كلمة تركيز إنه هو يكون عارف أمتى الطايم بتاعه مظبوط جدا إنه يقطع الكرة إنه يسبق سيف الجزيري ما شوفناه سيف الجزيري آه يعني إفريرا ساعدنا كتير جدا بالفورميشن اللي كان عامله من وجهة نظري يعني أفقد لعبيه كل قوتهم والإيجابيات اللي عندهم لكن للأمانة محمد عبد المنعم عمل مباراة تتحط في السيفي بتاعه لما يقول بعد عشر سنين وعشرين سنة يبقى دي مباراة من ضمن المباراة اللي نتمنى تكون كتير في تاريخ محمد عبد المنعم مباراة هيلة جدا متأكد حمد فتح يا جاد السلاجات كلها يبقى تكلمنا عنهم لكن تحديدا إصابة محمد عبد المنعم ويلعبوا هو مصاب بالتركيز ده محمد عبد المنعم وخضوها من هنا قيدة قاعدة المدافع الأفضل في مصر بفارق شاسع جدا 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 عن أقرب مدافع ممكن يتنافس على أنه يكون التاني بعد محمد عبد المنعم احنا بيكلم داخل مصر داخل مصر اه 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 فحد بيكلمني عن حجازي قلت أنا أكون متصق مع ذاتي حجازي أفضل مدافع لا انا بيكلم في الداخل مصر في الدوري المصري لأن البعض طب ما البعض بينسى حجازي لما بيجي يقول لعبين تانين ومدافعين تانين لا حقيقي فاحنا لا بنؤكد أن محمد عبد المنعم في مكانة مختلفة أداءه كان أداء هيل جدا أفقد سيف الجزيرة أي قدرة على أنه يعني يظهر في المباراة مجرد حتى الظهور فأداء هيل جدا ونتمنى لك السلامة أن نتمنى له بس السلامة الأول نتمنى له السلامة وان شاء الله يعود للملاعب سريعا وعملها موفقة وعندك محمد عبد المنعم فأنت عندك قلب حديث طبعا قلب الأسد ولكن نقطة مهمة بالنسبة له اللي احنا بنقوله ده أسامة مش استثناء يعني ده مش لاعب بادي السيزن وجيت لقيته نور قوي في ماتش الزمالك فنيجي نمسك له في لقطة هنا ونقول محمد عبد المنعم ونديله ثقة محمد عبد المنعم في الخمس ماتشات كمجمل هو في رأيه ورقميا هو الأكثر تأثيرا على المنظومة الدفاعية في النادي الآلي بالإجاب تاني أكثر لاعب استخلاص الكرة في مباراة المنستيري تاني أكثر لاعب استخلاصها للكرة في مباراة الإسماعيل الأكثر أمام أسوان والأكثر أمام الزمالك إذن اللي بيقدمه محمد عبد المنعم الكرف بيقلق وسجل هذا في الفوز على التهلم السيلي في تونس طبعا ولكن محمد عبد المنعم في لقطة مهمة محمد عبد المنعم لو تحلى بالثقة وأبعد عنه الغرور لإمكانيات محمد عبد المنعم يا جماعة واللعيبة اللي في السن ده وبعندها الإمكانيات دي طبعا من الممكن إن إمكانياتهم تخليهم يشعروا بقدر من الغرور ولكن محمد عبد المنعم إذا تحلى بالاتزان والثقة هو زي مؤسسة ما قالوكو أفضل مدافع في مصر بمسافة كبيرة جدا لأنه عنده من المرونة والقدرات اللي مش عنده غيره ده كده فارس وأنا يعني أتعشم في الثقة دي خاصة أن محمد اتطور اتطور على الناحية النفسية محمد كان بيأخذ عنه الفترة الموسم الماضي لعصابي أزاي ده لا المرة دي الدنيا أهدى بكتير وإن شاء الله يكون مركز ويرجع بألف سلامة وبنتمنكم على برونو سافيو الدكتور أبو عبلة قال خلاص برونو سافيو قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية وعايزين حضراتكم تكملوا مشاركاتكم معنا على هاشتاج سوبر خط أحمر اللي هنستعرض فيه طبعا بعض التويتات لو فيه حاجة جاهزة ممكن نستعرضها لو مش جاهزة نستعرضها بعد الفصل بعد الفصل تمام تابعونا على هاشتاج سوبر خط أحمر وبعد الفصل إن شاء الله هنستعرض بعض مشاركات حضراتكم نطلع فصل ومنتظرينكم ورجعنا لكم والأهل خط أحمر والليالي اللي فيها الأهل منتصر صدقوني ما فيش حاجة ممكن تقارنها بيها عشان كده لازم جمهورنا يكون مشترك معنا في الفرحة لأن جمهور النادي الأهل يا جماعة هو أصلا المستهدف من تحيي البطولات وتحيي التاريخ لأن جمهور النادي الأهل هو جمعيته العامة زي ما كانت المحمود الخطيب كان بيقول دايما معنا بقى أول تويتاية من محمد الحادي أهلاء وافتخر بيقول أنا الأهلي دستة سوبر هنت مين معاية تويتا تانية لي برضو بيقول سعيد لأني شاهدت روح فنلة الأهلي تعود من جديد مبروك لعيبة وجهاز فني وإداري وجماهير ده من محمد عبد العزيز ومن منار بطول أوجه رسالة لكل لعيبة الأهلي مش كفاية السوبر احنا عايزين كل البطولات مفيش حاجة اسمها بطولة صغيرة وكبيرة وعاشي أبطال كل الفريق ما شاء الله كان ممتاز سوبر خط أحمل أحمد دق دق بيقول دايما على قلب راجل واحد احنا الأهلي السوبر مش بنقف في محطة يجب علينا استعادة جميع البطولات ودي النغمة السائدة يا جماعة في كلام الناس أهو النصور لا يشبعون من منصات التدويج لازم أفريقيا كلها تعرف إن الأهلي مش هيسيب لأغدر ولا يابس أو أزرق أحمد توفيق أحلى حاجة بصراحة هي إن فريق الأهلي المنحنة بتاعه طالع تدريجي كل موطش بنشوف حاجة جديدة غير تقلق اللعيبة والرجول عاد الرجولة مرتين ماشي هنخلاها والرجولة وأكرم توفيق رجية الجنة بتقول الله أكبر عليكم ربنا أحميكم كنتم رجالة وحققتم حلم الجمهور أقبال القادم ربطة الأهلوية بتقول سوبر خط أحمر وحوش الأهلي أبطال السوبر 12 سافيو رجل المباراة مع كريم فؤاد ومحمد السيد بيقول والعمري أحب غير الأهلي ولا في غيره ويفرحني بحبك أهلي أحلى مساء على الأهلوية وآية 1907 بتقول حرفيا بعد فوز الأهلي خطأ الأهلي بارح بتقول أنا حاسس أني بملك الدنيا ومع عليها ونظرة من فنانك كبير عادل إمام بتعبر على الأهلوية أهلوية بنت الخطيب الشيكولاتة السويسري تحلي ليلة ذكرى القادية حيلا ربطة الأهلوية تاني بتقول مؤمن زكريا نور السوبر وش السعد للأهلوية طبعا صورة لمؤمن زكريا يعني رجية الجنة رسالتنا للعبين أنهم كانوا رجالة قد التحدي والمسئولية وعايزينهم يستمروا بنفس الروح والعزيمة والرجولة دي الموسم فيه بطولات كتير والجمهور متعطش للبطولات ومنصات التتويج والجميع بيتكلم عن المنصات التتويج الباش مستر حلوة من أعظم اللقاطات اللي شفتها في حياتي احتفال اللعيبة مع الجمهور مبارح في الفندق عظم يا أهلي وبيتر بيقول الأهلي كسبان سوبر ومن الزمالك وخط أحمر تاني يوم ده يا بيتر بنشكرك عليها مبروك يا رجالة ومبروك لكل الأهلوية في كل حتة في العالم عندنا مينا نادي القرن وطبعا جايب صور الاحتفالات حاجة عظيمة بصراحة فارس معانا توتاة تاني أحمد حسن بيقول زي ما انتقدناكم سابقا حبا في الأهل أولا وحبا فيكم كممثلين لنادينا العريق بنقول لكم كطر ألف خيركم كنتم أد المسئولية وحسمتم مباراة مهمة ولقب أهم يفرق معانا فنيا ونفسيا ومعنويا مع بداية موسم بأمر اللي انحقق كل بطولاته وتعود أمجاد الأهلي وتعود كل الفرق لمقاعدها المعتادة أحمد بدأ بنفس الرسالة اللي احنا بدأنا بها الحلقة وهي النادي الأهلي لتاريخه وبعض الفرق الأخرى لا والنقطة المهمة كمان يا فارس أن انت زي ما احنا قلنا الفرح أنك تفرح بالبطولة وتدي دا للرسالة للعبين هو بيقول زي ما انتقدنا اللعبين لازم نشيد باللعبين لازم نفرح بيهم لكن ما ينفعش أن أنا أحق بطولات فما تكلمش عن اللعبين ولما يجي حقيحة يحصل إخفاق هبدأ أروح بالنجد اللعبين لا اللعب لازم يأخذ الإشادة وقت الإشادة عشان يتقبل النجد وقت ما يكون فيه إخفاق وده واضح جدا الجميل أيضا أنه خلاص واضح جميل نادي الأهلي ما بتشبعش من البطولات ودي رسالة اللي دايما بتوجهها وده اللي احنا شغالين عليه فارس وهي دي هوية النادي الأهلي وهوية جميل النادي الأهلي والنادي الأهلي طبيعة فارس ما بيغادرش هويته لأي سبب من الأسباب